لما انشوف اي عذر للدولة انها تسحب بنتي ولما انطالبت انه قولولي اي عذر وشان الجواب ما انهم عرفي غلطتش وحدتش حاولت اني احجو يوم ان البنت بعدها طب لما يصير اني ازوجها بهالعمر قلت لهم عرضوها على دكتور وحشو ان موجود عم في البيت مع ان البنت سألوها بالتحقيقات اكثر من مرة امت ضربت ش دائما تقول لهم لا قالوا لها ابوك ضربتش بالسفرة قالت لا بس شافني وسلم علي وجاب لي حلويات وكانت مدة اللقاء ما تتعدى نص ساعة وبوجود الكبار موجودين السوسيال ما بيدخل هيك من الباب لطاقة لا بيكون في عنده شكوى هاي الشكوى بتبعها بخطوات وهي الخطوات بتأدي ربما لسحب الاطفال من لوين فيه هناك فشل بالاندماج او بايصال هذا اللاجئ لحتى يكون جزء من هذا المجتمع في نقص بالمعلومات المقدمة لهذا اللاجئ يعني لا يمكن ان تطبق القانون اليوم على شخص صلوا شهرين ثلاثة بالبلد ما بيعرف شيء ترجمة نانسي قنقر اتمنى اتمنى اني ارجع بنتي وان شاء الله ان شاء الله راح ابقى اطالب فيها لحد اخر نفس الحياتي ومستحيل اني اتنازل عنها